من القاهرة معي دكتور هشام السباعي أستاذ جراحة الأورام في معهد الأورام القومي بجامعة القاهرة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام هل ستنجح هذه الخطة يعني إذا ما بدأنا بنقطة التشخيص المبكر هل هذا صحيح؟ هل هذا يعتمد على التطور؟ لأنه دائما ما نعرف بمرض السرطان تحديدا وما يسمى بالمرض الخبيث بأنه ما بيكون فيه أصلا العوارد لكشف المرض ما الذي يمكن أن يفعله التطور الصناعي؟ الحقيقة الكشف المبكر ده الحجر الزاوية اللي احنا دايما سننصر عليها عشان نقدر نكتشف المرض ويبقى درجة علاجه أقوى والشفاء يبقى نسبه أعلى بتوصل لغاية 99 في الوقت المقامة للسكرينينج اللي هو الفحص وماس كرينينج للناس يعتمد على وبقيات المرض يعني في اليابان نمر واحد السرطان المعدة اللي هم بيأكلوا أسماك المغير المطبوقة أو المجففة اللي فيها نتيجة في الولايات المتحدة برجال سرطان الفرستادة في مصر كان سرطان المسانة نتيجة وجود البنهارسيا أو البنهارسيا وإن القضاء عليها انتقل إلى سرطان الكبد نتيجة فيروسيا فبنعمل ماس كرينينج اللكاء الاصطناعي هنا أنه يبقى فيه عندنا كومبيوتر وبروغرام لتحدد الناس وعمرهم بسهولة والمحافظات أو البنهارسيا صحيح بيانات أدق بيانات أدق وبالذات بعد بخول الجينوم والخريطة الجينية طبقنا كمان نعرف أن فيه عوامل مساعدة أكثر يعني مثلا في سرطان السادي ما نقدرش نقول أن فيه يعني شيء ساميليل يعني أو وراثي لكن نقدر نقول أن فيه ناس عندهم سادات شيني أنه لما يتعرضوا لمواد المساعدة أكثر من العاديين يصابوا باستخدام أكثر مثلا معروف هي أنجلينا جوليا كنت عارفة أن فعيلة فيها الجين دا سيقاند أنه عم يكون معين حيجلها سرطان السادي وإحنا كنا عارفين كان نسبي أنا شيء 80% آه تقريبا فهي كنت عارفة أشخاص الساديين احتياطين وإنه بيها حاجة دراستي لكن كنا احنا عارفين دا لكن ما نقدرش نقول للمرضى كده يعني شيء لست تركوا هو سليم عشان نتطقوا لكن هي أقدامت الخطوة دي على استباق معنى استعمال إنها موصلة مشهورة ففي ناس كتير بتفكر بنفس الطريقة بالذات بعد ما بس كأطباء كفحوصات عادية مش كأطباء عاديين طبعا دكتور هشام يعني ما حدث الفحوصات بدل ما لأنها مكلفة جدا زي مثلا التاكسكان أو الـ MRI ما نقدرش نعمل دا في البلاد الفخيرة أو المتوسطة البلاد الغنية عندها الفحوص دي تبقى بسهولة جدا وتقدر تقيم مثل هذه البرامج وتقدر تعمل بالأجهزة اللي احنا لما نجي نفحص أو نشك نتطور من فحص لفحص نتيجة للتكلفة العالية التكلفة العالية مهمة جدا لأنه ممكن تكلفة التشخيص تبقى أخوة أغنى من من العلاج نفسي لكن هما بالنسبة لهم عندهم المسائل دي مش صعبة أبدا وأغنية بلاد غنية أصبحوا بالفحوص العادية المتعودين عليها غير كل البلاد الغنية دي دكتور هشام عم تسمعني الأبحاث أعلى أوي أوي من أي حتة تانية طيب أنا أشكرك من القاهرة دكتور هشام سيباعة أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومي بالجامعة جامعة قاهرة شكرا ترجمة نانسي قنقر